حقيبة من جلد الحيوانات المستوردة الزواحف كانت تعد دليلا على مركز اجتماعي راق أو على ثراء منتجات مصنوعة من جلد التمساح أو جلد الأفاعي أو السحالية أو الأحذية والحقائب والمحفظات تباع حول العالم. ولكن انتهى ذلك العصر في أحد أغلى وأكبر وأشهر المراكز التجارية في لندن. المتجر الذي نتحدث عنه ربما الذين زاروا لندن منكم يعرفوا وهو متجر سالفيجيز. أصبح سالفيجيز أول متجر رئيسي يحظر جلود الحيوانات الغير مألوفة. وقالت شركة البيع بالتجزئة أن الحظرة سيبدأ العام القادم وأن الشركة تفتخر بأنها متجر مسؤول. هذا القرار لاقى ردود فعل مختلف حساب. ريد سايكلر كتب التماسيح تربى في مزارع في استراليا. هي ليست مهددة بالانقراض. إذا كان جلد البقر مسموحا فلماذا الاعتراض على جلد التماسيح؟ جيم يغرد يقول. الناس تأكل الثعابين والتماسيح لا يجب أن نهدر جلودها. مجلة هاربي بازار تقول. سالفيجيز ينضم إلى مركات مثل فيكتوريا باكهم وشانال في منع جلودي هذه الحيوانات. أما شركة سالتر باكستر فكتبت تقول هذا جزء من استراتيجية أوسعة للمتجر والتي تتضمن تجربة تسوق أفضل وإلهام الآخرين على التغيير لتصبح خمسين في المئة من البضاعة صديقة للبيئة بحلول عام ٢٠٢٢. بالفعل هناك مركات العالمية بدأت بمنع هذه الجلود. كما أن عدد من البلدان الأسهوية باتت تكافح تهريب هذه الجلود وتجارتها في السوق السوداء. في بريطانيا تدار حملة منذ أعوام من قبل منظمة بيتا لحقوق الحيوانات بهدف منع هذه الجلود. ها هم يتظهرون أمام أسبوع الموضة في لندن. الذي جار في لندن طبعا الأسبوع الفائد. وهم يتظهرون ضد ارتداء الجلود الحيوانات أو حتى الفرع. منظمة بيتا اعتبرت هذا المنع فوزا كبيرا. وكتبت على تويتر. انتصرنا بعد دعوة من بيتا. فقرر سالفجز أن يصبح أول مركز تجاري يمنع جلد هذه الحيوانات. ولكن هذه الصناعة تعد مدعومة من المركات العالمية الضخمة التي تلجأ إلى مزارع كهذه التي ستعرض الآن في بيتنام أو الصين أو اندونيسيا وغيرها من البلدان للحصول على جلود بسعر رخيصة. هذه التجارة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات سنويا. ولكن منظمات حقوقية تقول أن الحيوانات تتعرض للتعذيب. وهو الدافع وراء هذا المنع. ترجمة نانسي قنقر